هذا وأشارت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض البطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أشارت إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية الفردية والتقيد بالقرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين فحسب الخطة الموضوعة أنه فيه فتح تدريجي مثل ما تفضل سعادة الدكتور وليد لنشاطات معينة وإلى مجالات معينة مدروسة بطريقة صحيحة حتى يكون فيه مجال بين هذه الأنشطة ومتابعة جميع المعايير التي احنا تكلمنا عنها في المؤتمرات السابقة ومتابعتها بطريقة دورية لأخذ القرارات اللازمة التي ممكن تضمن صحة المواطنين والمقيمين وإن شاء الله مثل ما مملكة البحرين تعودنا في الفترة أن كانت عندنا أنه ممكن إذا أي أحد يطلع أو ينجز أي مهم مكان عنده تكون بسيطة وما كان فيها أي نوع من التقيد مع الالتزامات بالإجراءات الاحترازية نحن طبعا نحب طبعا نكرر التعايش مع الفيروس التعايش مع الفيروس هو التعايش بدكاء لما نقول إحنا وهذا نعتمد عليه على وعي المجتمع البحريني في التعامل الراقي مع هذه الجائحة فعلا أثبت الجميع أنهم متفاهمهم لهذا الموضوع التعامل بدكاء هو تطبيق هذه الإجراءات في حياتنا اليومية الطبيعية بحيث ما يكون فيها أي نوع من التقيد وإحنا طبعا نقول بعد أكثر من خمسة شهور من ظهور أول حالة في مملكة البحرين أصبح الجميع وحتى الأطفال اللي عندنا أصبحوا يتبعون هذه الإجراءات وأصبحت جزء من الروتين اليومي وهذا يساعدنا لانتقال للمراحل الأخرى إن شاء الله في وقت أقصر يمكن إذا في أحد استمع إلى مؤتمر الأخير لمنظمة الصحة العالمية استخدمه هو مفهوم دو ويت أول وإحنا ممكن ذكرناه في مؤتمرات سابقة دو ويت أول يعني القيام بجميع هذه الإجراءات منها التباعد إحنا قلنا الاجتماعي منها لبس الكمامات النظافة الأيدي استخدام المناديل وقت الكحة فهذه كلها لما نطبقها بطريقة كاملة إن شاء الله راح أتقل هذه الحالات وإن شاء الله يكون عندنا في فترة قصيرة إن نحن ممكن تكون حتى ما في أي حالة جديدة